بسم الله الرحمن الرحيم نهاردة كان المؤتمر العالمي للسكان في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي شاركنا في الجلسة الافتتاحية ثم بعد ذلك كان في جلسات حوارية جلسة من الجلسات سيادة الرئيس النهاردة حطي ايده على وجع الشعب المصري تاني بقولها بكررها حطي ايده على وجع الشعب المصري بيس النهاردة في ختام كلمته تكلم على المية وتكلم على 2011 وتكلم على الصحة وفيروسي والعلاج واللي اتعامل في كل ده ولكن راح الملف المهم جدا الاصلاح الاقتصادي والطبعا الاصلاح الاقتصادي وظروفنا كان عندنا برنامج في 2016 كان برنامجا ناجحا عشان الظروف في الوقت ده كانت الدنيا كويسة والعالم مستقر انما البرنامج الحالي برنامج يعني الرئيس شايفه وهذا امر صحيح للغاية انه ممكن يعمل مشكلة ارجع كم شهر مضو سيد الرئيس كان في مؤتمر حكاية وطن وقال يعني مش هروح للصندوق لو هيعمل لنا مشاكل او يسبب ازمات للناس ومن الآخر قبل معرض لحضراتكم الحكاية كلها على بعضها الصندوق والبنك الدولي بصراحة في دول كثير جدا ما بتحبش تروح لهم لانه بيبقى ليهم طلبات بغض النظر حد يطلع يقولك ما ليوش لا ليهم بيتحكموا في حاجات وبيطلبوا رفعوا حاجات ليهم بدليل كلام سيد الرئيس النهاردة كلام سيد الرئيس النهاردة معناه ايه ان الصندوق كان سببا للمشاكل فيها الناس النهاردة الضغوط اللي بتعرض لها الشعب المصري شكوى الناس انك ترفع دعم بترول طبعا طبعا دعم البترول ترفع يوم الساب يوم الجمعة شوفوا الاسعار زادت ايه شوفوا الاسعار زادت ايه وبالتالي كل ده ضغط على الناس والناس بتحمله على فكرة الناس بتحب البلد بتعشق البلد بتعشق طراب البلد ولكن كمان الناس في وقت الموقعات عايزة صوتها يوصل زي ما وصل اليوم كلام سيد الرئيس النهاردة وسيد الرئيس بيقول وبيدي توجيه وامر للحكومة انهم يتكلموا مع الصندوق لو كده لازم نراجع الموقف مع الصندوق سيد الرئيس قال كده لدكتور مصافة مدبولي ترجمة نانسي قنقر